وينضم لنا الآن من بغذات الخبير الأمني والاستراتيجية دكتور أحمد شريف دكتور أحمد أهلا بك معنا بداية دعنا نأخذ منك قراءة في الاستعدادات للانتخابات الشعية على المستوى الأمني نتحدث عن دخول القوات الأمنية حالة الانذار التام وما الذي يعني ذلك وما الذي تتضمنه هذه الخطة الأمنية بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة جملة من الإجراءات الاحترازية تأخذت منها على سبيل المثال تأمين ثلاثة أطواق ضامنة أضافة إلى طوق الرابع الذي سيؤمن حزاما ضامنة لاحتمالية المشاغلة للمراكز الانتخابية أو لمراكز المدن وهذا الطوق الرابع لاحتمالية المشاغلة بالنيران المباشرة وغير المباشرة فضلا عن الإجراءات الاحترازية التي ستبدأ بالتراتبية زمنية يرفع منسوب الإجراءات الاحترازية على مداخل المدن منذ اليوم وتبدأ العمليات الاحترازية بالتصاعد حتى وصولا إلى مراكز المدن في يوم الاقتراع فضلا عن بحدود 48 ساعة توقف فيها نشاط الطيران وغلق الأجواء وهذه بالحقيقة إجراءات احترازية وإن عدت إنها إجراءات مبالغة بها ولكن للضرورة وفي تقديري لاتخاذ معالجة أسوأ المواقف الإجراءات آمنة سيجري تأمين الناخب أمنيا وعسكريا وإداريا من قبل المفوضية حتى وصولا إلى صندوق الاقتراع وعن ذلك سيكون الرأي الناخب حرا في أن يختار من يشاء وفي بيئة أمنية وعسكرية وكما قلنا إداريا دكتور أحمد بالحديث عن البيئة الأمنية وهذه الترتيبات الأمنية برأيك ما هي أبرز ربما أبرز تحدي أو تحديات أمام تنظيم هذه الانتخابات إن كنا نتحدث عن المستوى الأمني بالحقيقة أمنيا وعسكريا وإداريا الإجراءات مطمئنة يبقى فقط المؤثرات السياسية وردود الفعل السياسي لا يزال هناك منسوب عالي من القلق من احتمالية أن يكون هناك عدم قبول وعدم قناعة لبعض الحركات السياسية مع ظهور النتائج أي بمعنى أن التحدي يقسب لثلاث براحل مرحلة ما قبل الانتخابات والانتخابات ومرحلة ما بعد الانتخابات القلق هو ما بعد الانتخابات لأنه احتمالية أن يكون هناك عدم قناعة سياسية وهذه قوة لديها تأثير في الشارع ولديها أجنحة مسلحة ولديها تأثير حتى في القرار السياسي الخشية فقط في هذا المورد ما دون ذلك هي إجراءات مطمئنة ومقنعة حتى للرأي العام يعني حتى الاعتراض الآن الذي يجري من قبل الرأي العام العراق هو اعتراض سياسي وليس أمني أو عسكري أو حتى إداري فيما يتعلق بالمنفوضية لكن دكتور أحمد هذا الاعتراض السياسي كيف يمكن أن يترجم على أرض الواقع أو هل سيكون له أي ربما صدى دكتور أحمد لأن هناك حديث عن ربما القوى الشبابية والمدنية التي لعبت دورا فاعلا في التظاهرات قد تقاطع هذه الانتخابات نعم بالحقيقة هناك كثير من من أسسوا لحركة تشرين غير مقتنعين بممارسة النشاط السياسي إدراكا منهم أن الإجراءات التي اتخذت في الحكومة الانتقالية وعن بها حكومة الكاظمي لم ترتقي إلى مستوى إقناع الشارع المتظاهر فضلا عن أن ما طرح من نموذج سياسي وليس برنامج انتخابي من نموذج سياسي أيضا هو بشكل أو بآخر لن يستطيع أن يحدث فعل التغيير على مستوى المستقلين والبقية هما أيضا جزء لا تجزء من الأحزاب التي كانت تصنف أنها مرفوضة من قبل المتظاهرين في تقديري المرحلة والتحدي الأكبر للعراق هو مرحلة ما بعد النتائج إذا ظهرت النتائج وبقيت ذات الأحزاب في المشهد السياسي فقد نشهد مزيد من التذمر والذي قد يصل إلى مرحلة التمرد المدني إدراكا منهم أن الأحزاب باتت بخصومة كبيرة جدا مع الرأي العام العراقي وحتى التيارات المستقلة وإن استطاعت أن تدخل إلى قبة البرلمان لن تمتلك قدرة المواجهة والاشتباك مع الأحزاب لأن الأحزاب تسيطر على المال وتسيطر على المؤسسات عبر التعينات التي كانت تعينات حزبية عبر المحاصصة فضلا عن أنها تسيطر على القرار السياسي الأداء الحكومي إلى الكاظم لم يكن مقنعا للشارع العراقي على مستوى مواجهة الفساد بل حتى مواجهة الإرهاب إلى الآن لم نجد القتل أمام القضاء وهي قضايا تصنف قضايا رأي عام وقطعا كان السبب ليس تلك الأجهزة الأمنية والعسكرية في إيجاد البدائل وإنما كان ضعف صانع القرار السياسي أمام الضغط الحزبي فمحتمل كبير جدا أن الأحزاب تعيد إنتاج نفسها برة أخرى وهذا بالحقيقة ستشكل عنصر استفزاز للرأي العام العراقي دكتور أحمد نقطة أخرى إلى أي مدى تم إبعاد شبح التزوير في هذه الانتخابات بالحقيقة نسبيا تم اتخاذ حزمة من الإجراءات منها العمل المشترك بين المفوضية كإدارة والقضاء يعني القضاء حاضر إلى ميدان الانتخابات بشكل مباشر وفي تقدير قضية التزوير ستكون بعيدة هذا على المستوى المحلي على المستوى الدولي حضور الرقابة وليس الإشراف الدولي فقط سيشكل عنصر ضامن لعدم حدوث التزوير فضلا عن آلية ظهور النتائج التي لن تتجاوز بحسب ما صرحت به الحكومة الـ 24 ساعة لن تعطي فرصة للأحزاب في أن تتلاعب بالنتائج هذه بالحقيقة الإجراءات الاحترازية الثلاث قد تشكل ضامن نسبي وليس كلي لمسألة احتواء التزوير في هذه المرحلة ولذلك نحن نقول أن احتمالية عدم القناعة ستتحقق مع بعض الأحزاب لأن كثير من الأحزاب تعطي لنفسها حجم أكبر والضخم حجمها تأسيسا أو رغبة في إيجاد التفاف أما على الرأي العام أو إيجاد آلية ما للتزوير فإذا لم توفق في هذا الأمر ستطعن بنتائج الانتخابات وتقول أن هناك يد عبثة أما محلية أو إقليمية أو دولية وبالتالي ستخلق حالة الطراب لذلك نأمل من صانع القرار السياسي أن يبقي الإنذار لفترة ما بعد ظهور النتائج لإحتمالية أن يكون هناك تمرد أو نزول من الشارع عبر بعض الأجنح المسلحة للأحزاب شكرا لك دكتور أحمد الشريف الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا من بغداد